طلب مالك عدد من سيارات الأجرة الصفرى وقف العمل بتطبيقات النقل الذكية العاملة بالصفة الخصوصية كما طلب أصحاب تلك المركبات خلال اعتصامهم في عمان وإربد بوضع حد لعمل الشركات التي تقدم خدمة مشاركة الركاب أو الركوب مقابل الأجر معتبرين أنها تشكل منافسة غير عادلة لعمل التاكسي نتابع هذا التقرير للمرة الثلاثة عشر منذ بداية العام الحالي نفذ العشرات من سائقين تاكسي الأصفر وقفة احتجاجية يطالبون خلالها الحكومة بحصر عمل تطبيقات النقل الذكية على تاكسي الأصفر فقط إضافة لتعديل عداد الانتظار ويعادة نظر في تعريفة الأجور ضمن تاكسي 25 دينار 20 دينار بنزين 25 ضمانو كل مطالب سائقين التاكسي الأردن بشكل عام وليس عمان مطالبنا وقف العمل على التطبيقات بالصفر الخصوصية هذا الشيء الوحيد الذي نطالب فيه هيئة النقل البري كانت قد أصدرت ما يقارب 19 ترخيصا مبدئيا لشركات نقل تقدم خدماتها عبر تطبيقات الذكية وأمهلت جميع الشركات الحاصلة على موافقات مبدئية مدة ستة أشهر لتصويب أوضاعها والالتزام بالشروط والتعليمات التي تنظم عملها في ظل تزايد الطلب عليها من قبل المواطنين الذين أكدوا أن تدني مستوى خدمة التاكسي الأصفر هو ما يدفعهم إلى التطبيقات الذكية فهي الأسرع في تلبية الخدمة أنا بعاني من مشكلة التاكسي الأصفر فمرات بيقول لي أنت مش من طريقي ومرات بأخذ ناس معها على الطريق ومرات ما بفتحها الداد ومرات تكون الأجراء غالية كثير فباستخدم التطبيقات الذكية تيجي السيارة بسرعة وسيارات حديثة وأجراء أقل عدد سيارات التاكسي العاملة في المملكة في تزايد ويبلغ نحو 16 ألف سيارة و10 ألاف مركبة وباص نقل عام وفقا لأرقام رسمية إلا أن قطاع النقل في الأردن ما يزال يعاني سوء التنظيم والتخطيط